وفي خبرنا الأخيرة توفي ما لا يقل عن 11 شخصاً وفقد 9 آخرون إثر الأمطار الغزيرة التي سقطت على 17 منطقة في جنوب غربي المغرب بحسب ما أفادته به وزارة الداخلية المغربية وذكرت وكالة أنباء المغرب العربية أن سقوط الأمطار المسجلة خلال اليومين الماضيين يمثل ما يناهز نصف مقدار الأمطار التي سقطت في المنطقة على مدار السنة وفيما يتعلق بالخسائر المادية فقد شهدت المناطق المتضررة حسب ما قال المتحدث الرسمي انهيار 40 مسكناً وتضرر 93 طريقاً ما بين طرق وطنية وإقليمية وتم انقطاع حركة السير بها